عرف انه احيانا بيقال انه من كتر ما انت خايف فعلا من شيء انت مش بس بتجذبه وبتخليه يحصل انت احيانا بتحقق السيناريو اللي يحققه ويخليه يحصل وانت مش مش منتبه ما تفاقله بالخير يتجدوه اللي بيفكر انه ما يعيش معاناته و يعني خايف منها قوي بيجذبها أسرع في رأيي و بيعش اتصرف معها يعني من كتر ما هو خايف منها بيعش اتصرف معاها طب بتتصالح معاها ازاي؟ بالرضا اتعلمت انا مرة كان في حد صاحبنا قايلها هلعبكوا لعبة كده هسألكوا سؤال كل واحد كنا مجموع قاعدين هسألكوا سؤال كل واحد يفكر في السؤال من جير ما يفكر لحظة فسأل الناس كتير قاعدين جنبيكم وش الناس كتير ايه كنتات اربعة يعني ايه الحاجة ده لو حصلت لك في الحياة تبقى أسعب معنام في الدنيا فيه اللي اهل عيالي يبقوا كويسين اهلي ما يحصلنوش حاجة شجل يبقى كذا فجيه عندي انا فجأة كده سبونتينيس ومفكرتش فيها وطلق الرضا راح اقيم قالي انت ليه قلت الرضا وطلق عشان في كسر من الثانية فكرت ان البنائدة من راضي مهما تعرض من ظروف او مرض او حتى الحاجات الحلوة مدوروش هيبقى الرضا كنز بالنسباله ما كنتش بتحب تروح المدرسة بسبب الخجل؟ طبعا معيني كنت بحب صحابي جدا بس فعلا ما كنتش بحب راضي بسبب الخجل حتى لو حاجة مهاش عقب مدرسة يعانو حصلي حاجة مثلا قبلها بيوم داقتني جدا وطلتني ابقى مش عايزة روح يشفوني متوتر اه مثلا ما عملتش واجب وصبع عني حصر حاجة اخافئ المدرس يكاريني طريقة وحشة مثلا قدام الناس بس عندي حاجة تانية قداما بحبها جدا انا ما بغلط بحب العقب ليه بقى؟ عشان حاجة تانية اول حاجة انا بكره هكده وتعودت اني اروح اقول مثلا لامي بالذات ماما انا عملت المصيبة في عيني اول حاجة بحيث ان انا شجاعة محدش كسر عيني انا رائل اويل اما كدبت اهلي مثلا في حاجات اللي هو حاس ان هتزعلهم هم لو اعرفوها فلو حصل ده ببعرفش بصيرها في عينيه بتكلمه وانا عامل كده وانا بكره الاحساس ده وانا بكره فطبعا ده كان يخليني كتير محابي شروع مدرسة وكتير وفعلا انا فعلا شخص مثلا من اعدادي الثانوي غبت كمية قياب عن المدرسة من ده كان البيك بتاع المواقف الوحشة اللي حصلت لي في حياتي فكنت بهرب منها بس بقى كده حبيت الى عقاب زي ما بقولك الجزء التاني بقى ان ضميري بيرتاح بحس ان انا ايه عرفت الى قدامي لغلطة اكيد ربنا عرفها بس عرفتها له لاني برضا تعلمت انه احاول على قد مقدر لا تدخلش بني من ربنا طرف ثالث بحس ان ربنا بعضله لو انا مثلا دي تخيرات يعني ان لو انا قلت له انا قلت الى غلطة دي تخصني تسامحني ربنا قال ان الله يفرز نوبا جميعا لكن لو مثلا غلط في حقه انا انا متعرفش لو روحت قلت له ربنا سامحني اكيد ربنا هيقولي لازم مونة اللي تسامح فهتطر اروح لما انا قلت لها مونة انا قلت فيك كذا كنت اتواجه اتواجه وتقول العقاب احسن من ان انا اتعاقب في الاخرع او العقاب احسن من ان انا عيش عينيه مكسورة ساعات العقاب بيريح انت عانيت مع جلد الزيت بص في فترة من عمري اه كنت ساعات البني عدم ان كنت انا بيجلد ذاته بيحس با كان فيها بمطعة يعني بيسموها بيبقى بيستمتع بانه مظلوم علشان خاطر يبرر افعاله او اخطاءه فيحس يريح نفسه بس انا في رأي دي طريقة فيك مش حقيقية لأ انا اقول اعبرتح للعقاب الحقيقي اللي هو اخلاص خدت عقابي ووجهته وده ممكن ساعدي ان ما اقررش رجاله تاني اشتركوا في القناة